بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أخوتي في الله لقد دع الإسلام إلى حب الأوطان لأنه يقوى الروابط والصلاة بين أبناء الوطن الواحد ثم بين أبناء الأمة ثم بين بني الإنسان ولما كان استعمار الوطن يبعث على الحزن ويسبب الألم قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم بل قرنه في موضع آخر بالدين والدين أغلى من النفس ومقدم عليها قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقططوا إليهم وجعل النفي والتغريب عن الوطن عقوبة لمن عصى وأتى من الفواحش ما يستحق به أن يعذب ويغرب ومن أعظم الآثار في حب الأوطان معروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أما والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمه على الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة في طريقه إلى المدينة اشد شوقه إلى مكة فأنزل الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ألرادك إلى مكة التي أخرجوك منها ومن معالم حب الوطن الغامر السعيد دائم والدأوب إلى الدفاع عنه وحماية وحدته من الاحتلال ولهذا يعتبر الحادي عشر من هذا الشهر يوما راسقا في أذهان المغاربة لأنه اليوم الذي تمت فيه المطالبة بالاستقلال بعد أن عملت سلطات الفرنسية على بسط حمايتها على بلدنا وجعله تابعا لها فيما تراه يخدم مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تبين للمغاربة أن فرنسا لم تكن إلا دولة غاشمة مستعمرة تسعى إلى مد يدها إلى مقدسات البلاد وقبلها إلى مالكه ورمز وحدته محمد الخامس رحمه الله كما تسعى إلى تمزيق صفوف المغاربة وتكسير وحدتهم الاجتماعية وزرع الفرقة بينهم ترجمة نانسي قنقر